بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله زيكو شباب عاملين اي يا رب تكونوا بخير مسألة النهاردة مسألة جميلة وبسيطة الا وهي مسألة اسمها توانز مسألة بكل بساطة بيقولك انك عندك اتنين توقن اتنين توقن دول كل يوم الصبح والدتهم بتسيب لهم مجموعة نقود المفروض ان كل واحد او الاثنين بيبدأوا ميجمعوا كل الكنود ويجمعوهم وكل واحد ياخد نص النقود يعني مسلا والدتهم سابت عشرين دولار كل واحد ياخد عشرة دولار ففي واحد منهم طمع شوية عاوز ياخد اعلى من اخوه بسنة بسيطة فعاوزك فعاوزك تعرف ايه الحد الاعلى الحد الادنى لعدد النقود اللي هياخدها بحيس يكون اكبر من اخوه في النقود هتقول لي مش فاهم هقول لك تعالى وانا افهمك بشكل افضل انا هحط لك هنا عشان تفهم الامبوت ماشي ازاي لو قلت لك ان هو ان والدتهم هتسيبلهم هو بيديك ايه اتنين امبوت اول امبوت عدد النقود اللي هيسيبها مسلا هيسيب له اربع نقود والدتهم بسيبت لهم اربع قنوط اربع نقود الاربع نقود دول وليكن اتنين او تلاتة اتنين واحد اتنين اذا ان والدتهم سبت لهم اربع نقود اللي اربع نقود هم دول فايه ايه بيعملوا ايه بيبدأوا بيجمعوهم الجانب بتاحهم كانت تلاتة واتنين خمسة خمسة اتلاتة تمانية فالمفروض واحد هياخد اربعة واحد هياخد اربعة في واحد ايه طمع شوية انا 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 ا واحد اوز ياخد اكبر من اخوه بسنة. تمام? بتاع نشوف لو اخد تتة واتنين. اه تتة واتنين خمسة. ازا ده اختيار ممكن يختاره بحيس ياخد. اكتر من اخوه. طب لو اخدنا تنين واحد. لأي تنين واحد مش هتنفع. تنين واحد تلاتة اقل من الاربعة ده هنحوزين اكبر من الاربعة. ازا ده مش هتنفع. الاتنين واحد. طيب. قلنا تتة والاتنين. طب خلينا ناخد تلاتة واحد. تلاتة واحد. اللي هي ديت مع ديت. تتة واحد هتسوي كام حسابة اربعة ما تنفعش برضو ليه? لان اربعة لسه بتسوي الاربعة احنا عاوزين اكتر من الاربعة. تمام? ناخد تتة واتنين. تلاتة. واتنين. كام خمسة? ازا برضو ديت ايه? دي تنفع. لان تتة واتنين اهي. تتة واتنين ديت. خدنا مرة تتة واتنين اللي هي دي معادية واخدنا مرة تلاتة مع الاتنين ده ازا دي تنفع تمام احنا تلاتة مع الاتنين وتلاتة مع الواحد اه وتلاتة مع الاتنين اه خدناها قبل كده هين مش هتنفع برضو ليه لانها تلاتة مجموح من تلاتة مش اكتر من ايه مش اكتر من ايه. حتا التنين مع التنين.. الاتنين مع التنين هايتدين اربعة.. اربعة برضو مشznaنفى لانه بتسوي الاربعة كماtir تنفع ان لا اكبر من الاربعة. الفضل اخر حاجة الواحد والاثنين Father who works, ازا داتة من العملات من كل العملات المستمكن نعملها باستعملا بس طبعا مر Post password او أخد دول مع بعض صح واحد.. يعني ما عليك أخد اخاث الذين مع بعض اهو. هتسوي كم? هتسوي خمسة. اه ستة قصد تنفع. ممكن اخد ممكن اخد ايه? دول مع بعض. هيدوني كم? هيدوني. كم? خمس تنفع ورده لان اكبر من الاربعة. ممكن ناخد الاربعة مع بعض. صح والغلط? ايوة صح. هيدوني كم? هيدوني تمانية اكثر من الاربعة. اذا عندنا هنا كم حل? ادي حل. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وممكن تطلع حدول تانية. طيب. هتختار انهي واحدة منهم. احنا قولنا عاوزين الحد الادنى. لعدد النقود اللي ممكن تديني. نقود اكتر من اخويا. احنا عاوزين نقود ايه? اكتر من الاربعة. يعني عاوزين خمسة او ستة او سبعة. تمام? دي خمسة اهي. ستة خمسة تمانية. دول كلهم فعلا اكبر. من النقود اللي هياخدها عشان ييبقى اكبر من eles. طيب نقود اللي هم تتاولي اتنين هابقوا ايه هو ده الحل اللي هيدين اكبر من النقود اللي ايه اللي اخويا خدها طبعا باطبع له مين باطبع له العدد النقود مش باطبع النقود لا باطبع عددهم عددهم اتنين يعني ده واحد اتنين عددهم مش اكبر هي دي المسألة اذن هي عبارة عن مجموعة نقود ام بتسيمها الاثنين توقم ولادها بيجمعهم كلهم مفروض كل واحد بياخد نصه في واحد عاوز ياخد اكبر من التاني بسنة فقال لك شوف للحد الادنى يعني اقل اقل عدد من النقود اقل عدد من النقود اللي ممكن تجمعهم على بعض بحيث يديك رقم اكبر من النص اللي هو اكبر من عدد النقود اللي كل واحد بياخدهم منه اذا هي دي ايه هي دي فكرة المسألة وهي ديت المسألة كشر جميل طيب ايه فكرة المسألة فكرة مسألة بكل بساطة انا عشان اوصل للحد الادنى لاي حاجة لازم ابدأ بالارقام الكبيرة يعني دلوقتي انا لو جاي هنا اقول لك بدأ المسألة جاي اقول لك ايه عندك وان تو سري او خلينا اقول مثلا سري تو وان وبقول لك عاوز اوصل للرقم خمسة بسرعة عاوز اوصل للرقم خمسة بسرعة تمام اوصله ازاي في واحد يقول لك ايه هبدأ من الزغير الكبير او خلينا نقول الايه نقول ده بالمنظر ده ونقول بس هنا ايه هنا واحد برضه يعني دين اربع ارقام وبيقول لي ايه عاوز اوصل للحد او عاوز اوصل للرقم خمسة اسرع ما يمكن فواحد يقول ايه حرتبهم من كتاب القيام لصغير واحد اتنين اتنا واحد واحد. تمام وهنا من الصغير لكبير هنا ده من الصغير للكبير. تمام think the من الكبير للصغير 3 2 1 1 أو خلينا نقول من الصغير للكبير därهو ترتب ومن كبير للصغير للعكس تعالو وصل اصير على الرقم الizes من الحدية間 ولا من الحدية تعالوى suffer 1 زايد 1 2 2 2 4 هتفضل واحد هاخدهم تلاتة. اذا مشيت على الاربع ايه? على الاربع ارقام. طب عشان اوصل لو من ناحية تاني لو من ناحية كبير لصغير ثلاثة واثنين. رقمين بس. اذا انا عشان اجيب الحد الادنى. لعدد معين ببدأ من الايه? من الكبير لغاية ما اوصل هاوصل ايه? اسرع. طيب مهدية هي نفسها. مش ان هنا عندنا الاربع ارقام دول ايه. ركز معي كده. لو خدتهم اهو ولتبتهم. اللي هو واحد اتنين اتنين تلاتة. انا عاوزين نوصل ايه? عاوزين نوصل لاكبر من رقم اربعة. مش احنا قلنا عندنا مجموعة تمانية ايوة. كل واحد اخده اربعة. فانا بجيب النص. والمفروض الكل اللي هجمعها تكون اكبر من النص. تمام. تعالى نشوف. هنوصل للرقم اكبر من اربعة. من ناحية دي. ولا من ناحية دي نشوف. واحد واثنين تلاتة. تلاتة واثنين خمسة. وصلنا للاكبر رقم وهو واحد واثنين تلاتة. مش اكبر من اربعة. فحتاج اخد الاتنين تبقى كام? تبقى خمسة. الخمسة اكبر من اربعة. ماشيت كم خطوة? تلاتة خطوات. يعني سري كوين. طيب من ناحية دي تلاتة واثنين خمسة. ازن هنا خدت خطوة اين بس. فكده عدد الكوين اتنين. بسيطة وسهلة. انت هنا ممكن تكون بسيطة للايه? للمسألة? ايه ده? دي صعبة ولا صعبة ولا اي حاجة. هترتبهم وتبدأ من نهاية القرية عشان تبدأ من الكبير للصغير. وتبدأ تي ايه? تاخد واحد. هل ده اكبر من ايه من نص عدد اللي معاية? لأ. هكمل. اتنين هل اكبر ايوي. بينما اتنين كوين. وده اسرح حل ممكن اوصله او اسرح مجموعة كوين ممكن اخدها. بحيث اكون اكتر من النص او اكتر مخوية خد. هي دي فكرة مسألة تعالى بقى نحلها. هنروح اول حاجة ناخد الرقم اللي مدهولنا وناخد بعدها ايه? النقود. ده الرقم اللي هو عدد النقود لحيد ده يالي. فانا اول حاجة هقول له. اول حاجة انت. انت سايز. وقول له سي ان سايز. كام مشكلة? فاش مشكلة. هعمل اري. وفي السايز ده. والاري ده هعمل له فل روب عشان ابدأ استقبل القيم بتاعته. هقول له انت اي اكوال زيرو. اي من السايز. والاي بلاس بلاس. هقول له سي ان. الري اوف الاغر. كده احنا خدنا. كده احنا خدنا. الصايز. واخدنا العناصر بتاعتنا. كم مشكلة? بفاش مشكلة. حادي اعمل ايه? هعمل الصورت للقري. اقول له صورت عندي فانكش ما صورت. بدلو القري. واقول له كم عنصر على القري ايه? بتعمل له صورت. هقول له الصايز. انا عاوز اعمل صورت للصايز كله. انت هنا لو عندك في القري هنا وليكن. اربعة خمسة ستة. او خلينا نقول اهو. واعاوز ترتبهم. انت تقول الري. رتب الري دي التمام. لو تقول الري بلاس بلاس اتنين. عارف حهم ليه? هيروح على الري ياخد اول عنصرون بس ويرتبهم. يعني دول هيرتبهم هيخليهم. خمسة وتسعة. لكن دول مش هيرتبهم. لانك انت اخترت اول اتنين بس. فعشان كنا بقول له ايه? بلاس صايز. بلاس صايز يعني الصايز بكام الصايز هيكون باربعة. فياخد الاربعة دول كلهم فيرتبهم. تمام? عملت صورت ايه. قبل او اعمل صورت او ممكن هنا. نقول له ايه? نقول له حامل هنا متغير اسمه انت صام. او خليه دابل صام. ايه? 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 زيرو. وفي كل مرة باخد كيمة يعني هنا المفروض انا خدت ايه اربعة صاح? ايوة. اللي هو الايه الصايز اربعة. وخدت في كل مرة بستقبل التلاتة. فالتلاتة ايه? هخزننا في الاري. وفي نفس الوقت هقول له صام. بلاس اكوال ايه? الري. اوف الار. اللي هو العنصر اللي داخلته في الاري. يعني انا جيت هنا اندكس زيرو وحطيت في تلاتة. وهروع على الصام. اجمع لها الري اوف الاي. اللي هو اندكس زيرو اللي نستم خزينه حالنا ههو. اللي هو تلاتة. اعمل له ايه? صام. ليه بعمل الصام? لان احنا بحتاجين الصام. عشان نجيب نص العدل. عشان ده العدل اللي عايزين يجيب اكتر منه. مش ده التمانية ده الصام. اسمنا على اتنين باربعة. لان كل واحد بياخده النص. ده المفروض. كل واحد بياخد ايه? بياخده النص. طيب لما كل واحد بياخده النص. محتاج واحد ياخد اكتر من النص بايه? بشوية. فعشان كده عملنا ايه? عملنا الصام. وممكن نخليها انت مش دابل. انت صام ايقوال ايه زيرو. والصام بلاس ايقوال ايه عريق فلقا. تمام. بعد كده هقول له الصام. هاسم على اتنين. كده الصام اصبحت ايه? دي مسلا اصبحت. بعد ما خلصنا لغاية هنا. وطلعنا منها الصام بكم? الصام ايقوال تمانية. بعد قيدة ايقوال تمانية. اصبتها اتنين بقت كام بقت اربعة. حالو. وعملتنهم ايه? صورت. بعد ما قلت الصورت الريق اصبحت ايه? الريق اصبحت. كانت عندي كده. اهو كانت عندي من منظر ده. مش بترتبها. رتبتها بقت كام واحد اتنين اتنين تلاتة. تمام حمل فلوق. وقول له انت. اقول له ايقوال زيرو. مش ايقوال زيرو بقى ليه? لان هاوزين نبدأ من الاخر. ده اندكس زيرو. ده اندكس تو. ده اندكس سري. اهو. لو نزلنا كده. ده اندكس زيرو. وان تو سري. صح? كاندكس. صح والغط? بالزغط. تمام. عاوزين نبدأ من الاخر. ازا حدر من التلاتة. تلاتة عبارة عن ايه? ده اخر اندكس. واخر اندكس في الريق زيا ما انت عارف بتجيب ناقيس واحد. حاوله انت الاي ايقوال واحد والاي اكبر من او تساوي زيرو. والاي ماينس ماينس. كده عملت ايه? حدة من الصيز نايس واحد. الصيز بكام؟ ساويز مع 4. 4 اوس 1 خدة من الاندكس تلاتة. طولما الاندكس تلاتة اكبر من او تساوي زيرو نقص. ثلاثة ينقص ثم اتنين، ثم واحد، ثم زيرو. واحنا عاقرنا ان الاي اكبر من او تساوي الزيرو. اما ليجي عندي سلب واحد هيوقف. يبقى اخر ايه? اخر الزيرو. فور العكسية. بل او كنا نقول اكبر من او تساوي الزيز و اي باينوس ماينوس عكسناه عشان نيدي بالاخر. طبعا يحاول متغير. اسمه انت. ايه? هقول له ده بلس اكوال الري. وفي الاول. اذا عندي متغير اسمه ايه? طبعا هخليه برا. اه هخلي ايه? هخلي برا. ده بيعمل ايه? ده انا هقول له. والله حضرتك حجم عليك عنصر عنصر. اول حاج كان بزيرو. فجمعت عليه اندكس الايدراتي يبتبدأ بكام بتلاتة? اندكس تلاتة. اندكس تلاتة اللي هي بتلاتة. فانا جمعت عليه كام? تلاتة. حلو? حلو الكلام. كده الريزلت بكام بتلاتة. هل الريزلت اللي معايا? اكبر من هل الريزلت? اكبر من الصم بتاعتي اللي انا بكرم بيها? يعني عملت ايه? مش انا هنا قلت لك. مش انا هنا قلت. بعد اما جبت الصم وقسمته على الاتنين. ببدأ اخرد ايه? كيمة كيمة. هل التلاتة اكبر من الاربعة? لأ. اذا هكمل ايه? جمع. حقيته اللي اتنين. نفس الفكرة ايه? انا اول حاجة اخدت تلاتة. اللي هو اندكس تلاتة. الاي بدأت بكام? الاي اكوال تلاتة. في اندكس تلاتة بتلاتة. خدت تلاتة وجمعتها. طبع عندي بصفر. فجمعتها على الصفر وقت بتلاتة. جميتها بتلاتة. فهي التلاتة اكبر من الصم اللي هي الاربعة النص? لأ. تمام. اذا مش هاخدش هنا. هنا المفروض اعمل ايه? هنا المفروض اعمل بريك. لو فعلا الريزل. لو فعلا الريزل. وصلت لنا اكبر من الصم حامل بريك وحاطلة. طبع وصلت شي. قبلها اعمل ايه? كونتر. بلاس بلاس. اذا كده انا في كل مرة بعد الكون اللي اخدتها. انا هو ايه? رقم تلاتة. فكده اخدت ايه? اخدت كون. وبتشك. هل الريزل اكبر من الصم? لأ لسه. مش هعمل بريك. هيلف تاني. تمام. هياخد اندكس كام? بعد التلاتة هياخد اندكس اتنين. اندكس اتنين باتنين. فحييكمع الريزل تكام بتلاتة اتنين تبقى خمسة. كده انا اخدت كام ايه? كم كون? اخدت اتنين كون لغاية دلوقتي. الاتنين كون اللي هم التلاتة والاتنين. هل الخمسة اكبر من الصم اللي هي الاربعة ايوة? يعمل بريك ويطلع وكده الموضوع ايه? انتهى. وفي الاخر اقول له السي اوت. كاونتر. كام مشكلة? نرن كده? عاوزين نعرف متغير عن ده اسم كاونتر. انت كاونتر. بيبدأ بزيرو. ايه مشكلة? كنترول ايه كنترول سي? وتعال نعمل ايه? سبت. هناعمل انتر. هنلوجن بس. كنترول في. سي بلاس بلاس. آآ اسمها ايه اسمها ايه? اسمها ايه صح? طيب. هنلجع تاني كده. لدي سوبينج. نلجع كده تاني. طيب. كان اسمها اهي. تمام انت يعني يا عفيا شوية. طب حوقف بس عبد ما ايه? عبد ما يعمل. طيب لو جي تعمل اهو. لو جي تعمل هاخده بكود كنترول سي. كنترول بي. جي بلاس بلاس اربعة اشر. تمام. هو هنا اه تشوز بروبليم تونز. سبت. اكسبت المشكلة ومشكلة بكود تمام عشرة العشرة. ما لنا جمع لكم الفيديو واضح لو في اي حاجة مش اضحب مش افهم اتوصل معي احسب لك لينك الفيسبوك و لينك الان تحت في الديسكريبشن وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.